السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف ديلي الأخوات لبس عليكم إن شاء الله بإذن الله تكونوا على خير ما يرام بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخوات اليوم إن شاء الله سوف ينهضر على واحد الموضوع مهم بزف والأخوات ستسولوني بزف على هذا الأمر هو الحائد الحائد وخصوصا العيالة عرفنا بأن ما شاء الله عليهم متمسكات بزف بطاعة الرحمن وتيبغيوا أنهم في هذا الشهر المبارك ياخدوا الأجر كامل ديال الشهر كامل وغدين نهضروا عليه وغدين نهضروا على أقوى العلماء في الأمر ديال الأخوات اللي تبيوا ياخدوا حبوب منع الحمل باش يحبسوا الدورة الشهرية ديالكم إذن الأخوات غدين نبدو إن شاء الله بإذن الله بأن الحائد الأخوات هذا ليس بيدها هذا الأمر الأخوات أعطاه لنا الله سبحانه وتعالى بالنسبة للأخوات اللي تسولوني تقولون لي سعاد واش يجوز لنا أننا ناخدوا حبوب منع الحمل أو عقاقير تمنع العادة الشهرية هناك عنماء جوزوا هذا الأمر فريق من أهل العلم جوزوا هذا الأمر ولكن أعطوا لي واحد الأمور منها لا يكون ضرر لا يكون ضرر إذا أخدوا مثلا هذا حبوب منع الحمل ما يكونش عندهم ضرر مثلا ما يضرهمش في الداتة ديالهم أو لا ما يخليش مثلا الدم تسيل مثلا أنت ما بقيش تتعرف المرأة واش الدم الحايد ولا غينزل عليها ولا تتقول لي فروينة في الدماغ ديالها إذا بعض العلماء الذين جوزوا هذا الأمر قالوا بأنه لا ضرر ولا ضرر ما يكونش هذه الحبوب ضرر للجسم ديال المرأة فقط هذا هو الأمر ولكن الأخوات غدين نهضروا في هذا الأمر الأخت اللي بغت تاخد الحبوب منع الحمل واش هي على حسب النية ديالها واش هي بغت غير أنها تطيع الله سبحانه وتعالى أو لكين النساء اللي ما تيقدوش مثلا يصوموا مرة رمضان وتيقول لك آه خسنا نصوموه كامل باش ما نصوموش مرة رمضان هاد الأمر خستتعرفوا هي فهمتها الأخوات واحد الحاجة الأخوات أنا من الناس اللي قبطت بقول العلماء أنه يجوز باش تاخد المرأة الحبوب المال على الحمل واخذيته واحد العام الأخوات ولكن بقيت نفكر بقيت نفكر تقول سبحان الله العظيم هاد الأمر عطاه لنا الله سبحانه وتعالى عطاه لنا الله لش زي ما احنا هي غادي نحبسوه خصوصا خصوصا من نجيت نشوف لقيت بأن الحائد ممكن تدير بزاف ديال الحاجة رب حال إلا كانت عادية بحال إلا كانت عادية غير أنها ما تصومش ما تصليش ما تطوف بالبيت هاد لذا تلحويش لحرام روية في الحديث الصحيح في البخاري المسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دخل على أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضها لقى هذا تبكي سبحان الله العظيم هذا الأمر كان حتى عند أوم هاد المؤمنين لقى هذا تبكي قال لها ملكي أنا فستي قالت لي نعم قال لها وفعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قال لها شوفي وفعلي ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت وفعلي ما يفعله الحاج يقرأ القرآن يسبح يذكر الله وفعلي ما يفعله غير أنها لا تطوف بالبيت إذن الأخوات بالنسبة للأخت الحائض ممكن ممكن تصبح ممكن تذكر الله ممكن تذكر دعاء ممكن تذكر أي حاجة ممكن تقرأ القرآن وهذا الأمر الأخوات سنضع عليه فيديو كامل سنشرح جميع الأقوال العلماء في هذا الأمر حيث لماذا؟ حيث كان اختلافات العلماء في هذا الأمر مثل مصحف ما مثل مصحف كل شي سنضعه مفصل إن شاء الله خلاف تقرأ القرآن الأخوات بحائل مثلا تحطوا على هذا مثلا تحطوا على هذا هذا هيك الأخوات وتقلب بشي حائل أو لا تقلب بستيل أو لا بشي حاجة أو لا تقلب بشي فوطة تكون غلدة تقلب بها لوراق تحطوا على شي بلاصة وتقرأها أولا الحمد لله والشكر اللي عندنا التليفون تدابة عندنا لطابلت تقرأ في التليفون تقرأ في الطابلت تسمع عندها الأجر بحالة تتقرأ إلا كانت تسمع القرآن لا لعلكم ترحمون إذا قرأ القرآن فاستمعوا وأنسيتوا لا لعلكم ترحمون وتنزل إليها الرحمات إلا كانت تسمع القرآن إذن الأخوات الحائض مشي مشي هذه ستتعلينا الدنيا سفي إلى جنة الحائض بالحكس هذه هي يعطاها لنا الله سبحانه وتعالى هذه هذه نعمة أننا نرتاح وخصوصا عرفنا بأن في هذه المدة دي الحائض تكون الإنسان عرفت أنتم ما هذا الأمر إحنا العيالات لغادي نعرف هذا الأمر الهرمونات تتكون مخربقة النفسية تتكون شوية نزلة شوية للأرض إذن الأخوات ممكن أننا نخرج من هذه الخلاف دي القرآن باش ناخده نقرأه في تليفون نقرأه في طابلت نقرأه في الشرح مثلا اللي عنده مثلا الشرح دي القرآن يقرأ الإنسان وفي حايل مثلا يحط على شي حاجة ويدور بشي حاجة غلطة يقرأ بها نخرج من اختلاف إن شاء الله بإذن الله سنهضروا على هذا الأمر فيديو خاص به لهذا الأخوات ليش غادي تقلقوا هالأخوات تلقى كم هائل دي الأسئلة في هذه المسألة واش ممكن نخده لبجينة في العادة الشهرية في العشر الاوافير. انا لا. ديري هذا الشيء اللي انت تديري وانت ماشي حائد. غير انك ما تصوميش ما تصليش فقط. ممكن تقلسي في المصلاة ديالك لبسي لباس نقي وتطهري وقادي دراسك وتريحي وتصوبي وقلسي استقبلين قبله وهدري مع الله سبحانه وتعالى وسبحي وذكري الله وقري القرآن ودعي. ديري كل شيء يا الاخوات. ديري كل شيء. غير انك عندك شي حويج ما يمكن لك شديريها وانت حائد صيام والصلاة والطواف هاد راه تيعني الحجة لالاخوات. اه بالنسبة الاخوات اللي بغاي ياخدو رغم ذلك بغاي ياخدو حبوب المنع الحمل راه اجازوها بعض العلماء او لا بعض اهل العلم اجازو ذلك ولكن غير ما يكونش ضرر على المرأة. ما يكونش عندها تخلف على تدخل الاكل ديال هاد الحبوب منع الحمل وذلك شيء تضرها في الصحة ديالها. هاد امر. لهذا الاخوات. اه تمتعوا بالعبادة ولو انتم حاضي اه فيكم الحيض. تمتعوا بالعبادة. عادي جدا الاخوات. ختمي الختمة ديالك. قرأي القرآن. اه ذكري الله. اي حاجة بغيتي تديريها ديريها. كملي البرنامج ديالك. اه اه سبحان الله. هذا ان شاء الله بإذن الله الفيديو الاخر. غادي نهضروا مطول على 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 القرآن الكريم والاختلافات ديال العلماء. فبالنسبة للحائد اه اه اشتقره او لما تقرش واشتقيس او لما تقيسش واشهده واشهده. غادي نهضروا على هذا الامر. اه اه جزاكنا الله خيرا. طبتم وطاب مسمعكم وطاب مجلسكم وتبوأتم من الجنة منزلة. جزاكنا الله خيرا. الله عونكم الاخوات. الله قوكم على العبادة. والله تقبل منا جميعا. يا ارحمة الرحمة اللهم امين. السلام عليكم.